موسيقى السلام عليكم السلام عليكم اليوم سأشارككم فيديو بما اننا في الحجر الصحي سأخذ الخضر ونضعها ونحفظها أخذت الخزبور كثير السلام عليكم سأشارككم فيديو كيف نحفظه بالخزبور سأخذه ونحاول نحفظه من الشوائب ونحفظه ونحفظه كيف نحفظه على بركة الله ونحفظه نحفظه ونحفظه ونحفظه نحفظه سوف نختاره الحاجة اللي مزيعنا هي اللي نديرها وربطها تيبقى معنا مدة طويلة حتى تتساليو هوا تتوصلو ينشف مزيان ديكسات القد هنوريكم نديرو في قنينات بلا مجمد كنت لقبت هذا هكرا اسميته شي هكذا كنت نديرو تنبلل لوب الماء ومن بعد تنضيرو في هذا الالمينيوم ليس الالمينيوم باللغة تنضيرو في الأليمان ثم تنضيرو في طلاجة تبقى مدة طويلة وماذا وليتها الطريقة تنستعمل على تجشي رائعة. سأخذ قنينة. سنحاول نربطها. بما اننا هاد الفطرات يكون قصناء القصبور مع الناس. تنحاول نشريه ونقده. وتحتاجه بزف الحريرة. لذلك تنحاول نقده ونصيبه عبارة عن ربيطات. صغار. وتنحاول نربطها بذلك الساق اللي من تحت. باش يلا يتقدلين في ذلك القنينة ديال الزاج. تنحاول نربطهم بذلك الخيط ديال الكوزيناء. ديال الطبخ. تنحاول نقضوهم زيان. نوضعوهم في القنين ديال الزاج نقطع اليوم السيقان نحاول ندخلهم في القنينة ونقفلوا على اليوم القنينة الغيطاء سيبقى بفترة طويلة ولكن في التلاجة لازم نديره في التلاجة سيبقى بفترة طويلة 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 ونحن نطحن هم ونضيف جدًا تقوم بفترة طويلة سيبقى قنينة ونضيف اذت سيبقى لتعطي الانتعاش والقصبور مع الدنس ويجعله لفترة طويلة نحاول ندخله في القنينة للزاج ونغلق عليه الغطاء ندخله في القنينة للزاج تبقى فترة طويلة تغيير اللون حاول تبدله الماء كل فترة فترة تلاحظه إذا كان مصخ بدله هو اللي تعطي الانتعاش والتراول القصبور مع الدنس هكذا نحتفظ به تيجي زوين كذلك ندخله في القنينة الأخرى وهكذا كانت نكونوا قد احتفظنا بالقصبور مع الدنس لمدة طويلة في سميت في الطلاجة هكذا هذا ندخله البلاستيك هكا على قبل لطح شي شي حاشرة هكذا هذا ربما تدخله في الكوزينة كل مرة حتاجتي تتخذي منه شوية تهوى تتحيدي الماء إلى تصخت تتضيف له ماء أخر تتحيدي الأول وتنخليه هذا يحافظ هذا البلاستيك الغدائي تيحافظ من غبار تتحطيه في الكوزينة وبإمكانك لا تتحطيه في طلاجة لا تتحطيه في طلاجة لمدة طويلة ما تخافيش اللي تنأكد عليه بزاف هو أنك تبدلي الماء كل مرة مرة وهكذا كان نكونوا سنينة الفيديو دينا تنتمنى يعجبكم ويروقكم ما تنسوش لي تشتركوا في القناة وتدري اللايكات وتفعلوا الجرس بيش يوصلكم كل جديد إن شاء الله تنتمنى من كل قلبي هذا الشهر الجاية إن شاء الله دير رمضان ندخل عندنا الصحة والسلامة إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجم At charming